خمسة أعوام تكاثرت فيها القيود على الصحفيين اليمنيين فلا تكاد توجد مدينة يمنية دون أن يقبع خلف قضبان سجونها عدد من الصحفيين سنوات خمس شهد فيها الوسط الصحفي العديد من الانتهاكات ليصبح اليمن في أعلى قائمة الدول من حيث انتهاكات حرية الرأي والتعبير منذ بداية الانقلاب قتل الكثير من الصحفيين وسجن العشرات في سجون منشي الحوتي والميليشيا التي تدعمها الإمارات في الجنوب بالإضافة إلى سجون الجماعات المتطرفة كالتنظيم القاعدة بل وفي سجون الحكومة الشرعية أيضا كما خسر المئات منهم أعمالهم بسبب إغلاق المواقع الإخبارية وعدد من الصحف التي كانت تصدر قبل الانقلاب وتوقف الكثير منهم عن مزاولة العمل الصحفي خشية الاعتقال والمطاردة فيما نزح المئات خارج مدنهم خوفا على أنفسهم من أي مخاطر تحدق بهم وخلال هذه السنوات تصدرت ميليشيا الحوتي قائمة الجهات المنتهكة وتلتها الميليشيا التابعة للإمارات ثم الحكومة الشرعية إلا أن قائمة الانتهاكات انقلبت مؤخرا وتصدرتها الحكومة الشرعية بعد أن كانت ميليشيا الحوتي في أعلاها خلال السنوات الماضية فيما يفسر الكثيرون أن السبب وراء ذلك يعود إلى نزح الصحفين من مناطق سيطرة ميليشيا الحوتي إلى مناطق الحكومة الشرعية فبحسب نقابة الصحفين اليمنيين فإنها رصدت 25 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الجاري تنوعت هذه الانتهاكات بين الاختطافات والاعتداءة الجسدية ثم المنع من مزاولة العمل فقد ارتكبت الحكومة الشرعية تسعة حالات وارتكبت ميليشيا المجلس الانتقالي ثمانية حالات وميليشيا الحوتي خمس حالات فيما نسبت ثلاث حالات إلى مجهولين تبقى هذه القائمة مفتوحة لارتكاب المزيد من الانتهاكات في ظل تقاعس المنظمات الدولية عن مناصرة الصحفين اليمنين والعمل على دعوة كافة الأطراف لعدم الزج بهم في أي صراع يعرضهم للخطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر